مكارم الأخلاق تعتبر الأخلاق هي الضامن الوحيد لاستمرارية الحياة فهي عنوان الشعوب وقد نادت بها الأديان المختلفة وهي ميزة مهمة وأساس كل حضارة تتميز بها عن غيرها من الحضارات ووسيلة للمعاملة بين الناس وقد نادى بها الشعراء في قصائدهم المختلفة للدلالة على أهمية التحلي بهذه الأخلاق والحثي على التمسك بها ومنها ما قاله أمير الشعراء أحمد شوقي وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا هناك دور كبير للأخلاق بتغيير الواقع لذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنما بعدت لأتمم مكارم الأخلاق فمن خلال هذا الحديث الشريف يؤكد الرسول عليه الصلاة والسلام على أن السبب والغاية من بعثته أنه يريد أن يتمم مكارم الأخلاق على أمته الإسلامية وذلك لأن التحلي بالأخلاق الحسنة والتمسك بها يفتح الطريق أمام الإنسان للسعادة والهناء والرضا في الدنيا والآخرة أما الأخلاق الإسلامية فهي مجموعة من القيام والمبادئ والآداب التي يجب أن يتحلى بها الإنسان وحثى عليها الإسلام وهي صفة يتميز بها كل شخص عن غيره وعبادة يتقرب بها المسلم إلى ربه ومن أبرز مكارم الأخلاق التي وجبت تحلي بها القناعة والرضا والبر والإحسان والصدق والأمانة والصبر والحلم والأناة والشجعة والتحمل والتروي والكرم والاعتدال والإيثار والعدل والحياء والشكر وحفظ اللسان والجسد والشورى والوفاء والعفا والتواضع والعزة والقوة والتعاون والتسامح وفعل الخير والبعد عن الشر والمساعدة والنية الحسنة وكف الأدى عن الناس وطاعة الوالدين ونشر المحبة والستر بحفظ السر والمحافظة على الدين والصلاة والتقرب إلى الله والبعد عن النميمة والغيبة وشتم الناس فمبادئ الأخلاق تقوم على نفع العقل وإرضاء القلب وتقود الإنسان إلى الطريق الصحيح الذي فيه السعادة والخير وراحة النفس فما أجمل أن يتحلى شبابنا في المجتمعات العربية والإسلامية بهذه الأخلاق الحميدة وخصوصا في زمننا هذا الذي انتشرت به التكنولوجيا الحديثة واليوم من منصة موقعنا هذا سنقدم لكم سلسلة من قصص مكارم الأخلاق نتناول من خلالها في كل مرة جملة من النصائح وذلك للتحلي بالأخلاق الحميدة والعظيمة كل ما عليكم القيام به الاشتراك بالموقع والتمتع بأجمل قصة الهادفة والمفيدة والضفر بتنشئة سليمة لأبنائكم اشتركوا في القناة